افتتح محافظ سقطر أحمد عبدالله سقطر ومعه مندوب مؤسسة خليفة بن زاد للأعمال الإنسانية خلفان المزروعي المشاريع التطورية لميناء المحافظة بدعم من مؤسسة خليفة بن زاد النهيان للأعمال الإنسانية وتتمثل المشاريع التي تم افتتاحها وافتتحها المحافظ بحضور وكيلاء المحافظة رمزي محروس ورائد الجريبي توسعة رصيف الميناء وتسويره وإنارته بالإضافة إلى سفلتة الرصيف بشكل كامل وتدشين العمل في الرافع المتحركة كما افتتح إدارتي وجمارك الميناء بعد صيانته وتأهيله وإطلاق خطة عمل جديدة للميناء تسهم في التعزيز من نشاطه الملاحي من خلال إيجاد مساحة خارج الرصيف لفرز البضايع وتسليمها وأكد محافظ السقطرة أن المشاريع التطورية التي تم افتتاحها بالميناء ستعمل على نقل ميناء المحافظة إلى وضعية أفضل بحيث يستقبل مختلف البواخر بمختلف أحجامها كما يمكن من رسوء أكثر من عشر سفن في نفس الوقت عكس ما كان عليه سابقا موسيقى موسيقى